ريمون تادى منتخب عمان للشباب على الأزرق الكويتي في بطولة غرب أسيا للشباب السعودية 2024 السلام عليكم ورحمة الله متابعة مستمرة لبطولة غرب أسيا للشباب النسخة رقم 3 في السعودية 2024 في بداية الفيديو اكتب لي في صندوق التعليقات من أين تتابع هذا الفيديو بنتكلم عن المجموعة الأولى في بطولة غرب أسيا اللي بدأت فعالياتها النهاردة بمباراة عمان والكويت المجموعة اللي بتضم بجانب عمان والكويت كل من اليمن والسعودية المباراة الأولى كانت ما بين المنتخب العماني والمنتخب الكويتي مباراة كانت قوية وتبشر بالخير في الأداء الفني خلال البطولة خلال الأيام اللي جاية مباراة فيها هجمة هنا وهجمة هنا هدف هنا وهدف هنا وبالتالي نتفاقل خير إن شاء الله إن الأداء يكون جيد لبطولة غرب أسيا للشباب بدأت المباراة بضغط هجومي لمنتخب الكويت وبالفعل أحرز منتخب الكويت هدف ولكن تم إلغاءه عن طريق الحكم المساعد ولكن منتخب الكويت واصل في الضغط في الشوت الأول ويحرز الهدف الأول في الدقيقة 33 عن طريق ضرب الجزاء أحرزها اللاعب منتصر سليمان وبالمناسبة هي ضرب الجزاء صحيحة يعود منتخب عمان في ديئة 40 من جملة تيكتيكية رائعة جدا ليعدل النتيجة عن طريق اللاعب مهند السعدي لتصبح النتيجة واحد مقابل واحد في أول المباراة وفي الشوت الأول لينتهي الشوت الأول بالتعادل الإيجابي واحد مقابل واحد نروح الشوت الثاني منتخب عمان اللي بدأ الشوت الثاني بطريقة مثالية جدا 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 ويحرز الهدف الثاني في بداية الشوت الثاني تقريبا في الدقيقة 46-47 لتصبح النتيجة اتنين مقابل واحد لصالح المنتخب العماني ليقلب الطاولة في المباراة ليعود في نتيجة المباراة يعمل ريمونتادة في نتيجة المباراة ويقدر خلال الشوت الثاني والوقت المتبقي من الشوت الثاني أنه يحافظ على الفوز ويحافظ على التقدم ويحافظ على السلاس نقاط وزي ما قال المحللين الكبار الشوت الثاني دايما بيكون شوت المدربين تفوق المدير الفني لمنتخب عمان على المدير الفني لمنتخب كويت لمنتخب الكويت اللي ما استغلش البداية الجيدة لما استغلش التقدم في المباراة ولكن منتخب عمان استقر في المباراة وصبر في المباراة وضغط على منتخب الكويت واستطاع أنه يحرز هدف التعادل في الدقيقة 40 في الشوت الأول وهدف التقدم في بداية الشوط الثاني المدير الفني بطريقة أو بأخرى قدر يحافظ على النتيجة ويخرج بنتيجة المباراة 2 مقابل 1 رغم محاولات المتخب الكويتي في الشوط الثاني لو أصبح ترتيب المجموعة الأولى بعد أول مباراة اتلعبت في هذه البطولة أو في هذه المجموعة طبعا متوقع عندنا مباراة بعد قليل ما بين المتخب اليمني والمتخب السعودي المباراة الثانية في الجولة الأولى من المجموعة الأولى الترتيب الحالي بعد هذه المباراة منتخب الكويت بتأسف منتخب عمان في الصدارة عنده 3 نقاط منتخب الكويت 0 من النقاط ولعب مباراة منتخب اليمن والسعودية 0 من النقاط ولكن لسه ملعبوش هيلعبو بعد قليل اذا المنتخب العماني يعلنها صريحة يعلنها بكل وضوح انه جاء في هذه المجموعة ليفوز ويتقلق ويتصدر المجموعة مليون مبروك لمنتخب عمان وجميل منتخب عمان هرض لك لمتخب الكويت وجماهير منتخب كويت لسه في بداية المشوار لسه في بداية البطولة عندنا مباراة قوية جدا بعد قليل ما بين اليمن والسعودية هتحدد بشكل كبير شكل المجموعة الاولى نظام المجموعة الاولى حظوظ التأهل من المجموعة الاولى وهنبدأ نحط النقط على الحروف ونقول مين المرشح للتأهل من المجموعة الاولى اللي زي ما قلتلك بتضم السعودية واليمن وعمان والكويت جاءتنا بعض الأسئلة عن القنوات النقلة للمباريات اتحاد غرب أسيا قال زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات ان فيه أربع قنوات هتنقل المباريات هم قناة S.S.C السعودية والكويت الرياضية والعراقية الرياضية وقناة المهارية الرياضية ده بالنسبة للقنوات اللي بتنقل بطولة اتحاد غرب أسيا للشباب النسخة الثالثة لعبنا قبل كده نسختين 2019 كانت نظمت في فلسطين وفاز بها منتخب العراق واتلعبت في النسخة الثانية في العراق وفاز بها منتخب العراق نحن الآن على موعد مع النسخة الثالثة التي تقام في المملكة العربية السعودية في مدينة الطائف مباراة اليوم اتلعبت على أستاذ مدينة الملك فهد الرياضية أيضا مباراة السعودية واليمن اللي هتكون الساعة 9 مساء ان شاء الله على نفس الملعب ملعب مدينة أستاذ مدينة ملك فهد الرياضية مباراة يتوقع أن يكون فيها حضور جماهيري من الجالية اليمنية المتواجدة في السعودية أيضا من الجماهير السعودية وبالتالي سنستمتع بإذن الله بهذه المباراة وبعد انتهاء المباراة هنطلع نقول لكم على ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الأولى بالكامل دلوقت لعبنا أول مباراة عمان والكويت فوز العمان على الكويت 2 مقابل 1 وننتظر مباراة السعودية واليمن كل جديد في بطولة غرب أسيا إن شاء الله يكون عندنا قناة أخوكم كريم للداوي أتمنى عمل لايك للفيديو اشتراك في القناة واكتبوا لنا توقعاتكم لمباراة اليمن والسعودية الساعة 9 مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته